السلام عليكم يا عم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جوز طلقني تلات مرات وبينكن انه طلقني مرتين انا كده محرم عليه ولانا لسه على زمته ملحوظة هو مضمن مخدرات لا حول ولا قوة الا بالله مش معنى انه هو مضمن مخدرات ومؤدمن المخدرات حرام والعيش مع المتخدرات حرام لكن في نفس الوقت ايه اللي حاصل احنا مش هنقدر نحكم عليه ولا نقدر نقول انه انتو الاتنين طلق انت طلق منه غير لما نسمع منه انا عارف ان انت ممكن تقوليلي انا بقولك انه هو مضمن مخدرات عشان ايه عشان ما يجيش ويقولك انا ما كنتش دريان ولا كنتش كذا ما تخفيش عن حقق معا عن حقق معا ونكون مركزين جدا جدا هو بيفكر في ايه وهو بيحاول يعمل ايه وبيحاول يقول لنا ايه الرسائل اللي هو بيقول انا لكن احنا لازم نعمل ايه نسمع منه وبعيد وبكرر دايما لو سمحتم السادة اللي بيفتوا الناس في مسألة الطلاق ارجوكم لا تفتوا في الطلاق الا مع السماع الدقيق للزوج المطلق لان الطلاق دوت من مين من عمل الزوج الطلاق ده لفظه من الفاظل الذي استعملها الزوج فما ينفعش ان يجي واحد يقول انا طلقت ايه واحدة تيجي تقول انا طلقني جوزي وتروح تفتيها على ما قالت لازم تعمل ايه تتحقق هل لانها كذبة حشاها ولكن ليه لان الطلاق ده رفظ الرجل فلازم اتحقق من الرجل ايه كان تفاصيل الطلاق لان في بعض الاحيين بيبقى فيه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا طلاق الا في اغلاق طب الاغلاق ده ممكن ايه ممكن يكون عدم ادراك ممكن يكون عدم املاك لكن كله احنا محتاجين ايه محتاجين ان احنا نعرف ان الزوج كان يقصد ايه بهذا اللفظ موسيقى موسيقى